أجمع خبراء جيولوجيون على أن الزلزل التي تحدث في المنطقة لا يمكن أن تؤثر على البنية التحتية في الأردن أو المناطق المجاورة وقال الخبراء إن هذه الهزات الصغيرة التي لا تتعدى قوتها الأربع درجات على مقياس ريختر هي غالبا طبيعية وتحصل في منطقة البحر المتوسط عشرات المرات يوميا مؤكدين على أن الادعاءات التي أطلقها خبير صهيوني مؤخرا بتأثر المنطقة بزلزال مدمر لا تحمل أساسا من الصحة وكانت أربع هزات أرضية ضربت منطقة البحر الميت شعر بها أهل الكرك من بينها واحدة سجلت ثلاث درجات وثمانية عشر درجة على مقياس ريختر وقعت على عنق 11 كم في البحر الميت